السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب انا اسلام همام مهندس برمجيات ودي ستيودينت جايد النهاردة هنتكلم في الموضوع مهمي جدا وهو لو انت خريج صنايع ثلاث سنين او نظائرها هتقدر تخش كلية حكومية ايه نظائر اولا نعرف نظائر الكلية او الصنايع ثلاث سنوات النظائر زي دبلوم المدارس السنوية الصناعية النظام قديم دبلوم المدارس السنوية الصناعية اعداد مهني وهكذا ممكن بقى تقرأوا بعض الحاجات دي دي كلها نظائر تنفع تخش كليات حكمية بعض الكليات حكمية وهعرفكم كمان التنسيق بتاعها تمام طيب دبلوم تدريب شركات الترسانة برسكندرية مثلا طيب اولا عايزين نعرف ونتأكد من حاجة مع بعض ان الصناع ثلاث سنوات ما بتدخلش كلية هندسة الا بمعادلة بس ما تقدرش تدخلها ايه في التنسيق صناع خمس سنوات تقدر تدخل كلية هندسة عادي لو انت جا papi بدم درجة عادي من غير معادلة لكن الثلاث سنوات ما فيش ما ينفعش اصلا هندسها مماش موجودة طيب ايه الكليات الموجودة ادي بعض الكليات الموجودة مثل كلية الاثار كلية الاثار كلية التربية كلية الارتصاد المنزلي التكنولوجيا والتعليم الصناعي التعليم التبادولي بكلية سياحة فنادق وبرضو ادارة وتشغيل المطاعم في كلية السياحة فنادق خلي بلك المجهن الخليات دي مش بتاخد من اي تخصص. بتاخد من تخصصات معينة. هي دي التخصصات بتاعتي. كلية الاثار مسلا بتاخد من تغميم اثار تغميم دقيق وتغميم معماري. كلية التربية بتاخد من جميع التخصصات. كلية اقتصاد المنزلي بتاخد من لو هي حلوان بتاخد من الاربعة تخصصات دول. لو من نفية بتاخد من تخصص واحد فقط العريش بتاخد من تخصصين. فانت تعرف تخصصك وبناء عليه تعرف ايه الكليات المتاح عليك. عشان ما تجيش تبص على التنسيق وتلاقي كلية تقول ايوة ده حلوة ده التنسيق بتاعها جايبة? طيب ما التخصص بتاعك مش جايبة. هي بركز الاول ان التخصص بتاعك جايبة. او التخصص بتاعك يقبل الدخول فيها. طيب. في حاجة تانية غير الكليات ديت. ايوة فيه. طبعا حاجة زي المعاهد الفني الصحي. اه لو انت شعب الكهرباء تقدر تخش. معاهد الفني الصحي بالزازي بن بابة بسكندرية. تقدر تخش برضو. هنشوف اللي التنسيق بتاعه. طيب حاجة تانية. في حاجة تانية. اللي هي المعادل الفنية الصناعية. مع الفن صناعي. ده ده طبيعي. تقريبا كل المعادل الفنية الصناعية بتقبله من كل التخصصات عادي. تمام الجواب تاخد سنتين زيادة بحس انك تبقى مساوي لصناع خمس سنوات وتقدر بقى تخش كلية تندسك او انت جايب درجة عالية برضو ايه? تسعينات برضو التسعينات. هنشوف دلوقتي كلها. بس احنا هنشوف بالنسبة لثلاث سنوات. في فيديو تاني بالنسبة لخمس سنوات. طيب. عندنا معايد فنية تانية برضو آآ قاضية على اشراف وزارة التعليم هي دول المعادلين. وبيقبلوا من التخصصات دي. ممكن تقرأ معادل الفن صناعي المتطور للنهضة. ومعادل التكنولوجيا او مركز التكنولوجيا المتميز خلف شركة باسكو مصر. او باسكو مصر. المعادل الفني لتكنولوجيا السكر الحديدية بمنطقة وردان محافظة الجيزة. وده بمصرفات. هنا عشر تلاف جنيه في السنة. ده ممكن يكون اغلى من كده دلوقتي بكتير. لان الدنيا غالية الفترة. من ميكانيكا وكهرة. طيب. حاجة دانية الجامعات التكنولوجية الجديدة. بس دي تعتبر جامعات بمصرفات. يعني هي جامعات اهلية. ولكنها بمصرفات. مصرفاتها عالية نوعا ما. هنا بيقول انها اتناشر الف آآ جنيه مرحلة وثمان تلاف مرحلة لان هي بتبقى اربع سنين. اتنين واتنين. الاتنين الاولانيين دبلوم وبعد كده تاخد الاتنين التانيين تاخد بس خالي بقى خلي بالك المصرف دي اعلى من كده برضو دلوقتي للأسف. طريب نشوف بقى التنسيق. هنا المعهد اول تنسيق معهد عالي. طبعا المعاهد العليا مش عايز اقولكم انها معاهد ومصرفات. مش آآ مدعمة من الحكومة. الكليات المدعمة هي اللي احنا يسه شايفينها دلوقتي. هي دي. دي كليات مدعمة من الحكومة. بتبقى مصرفاتها اقل بكتير من المعاهد. مصرفاتها مسلا الفين جنيه كده مسلا. لكن المعاهد لا بتوصل تمنتاشر عشرين تغتين كده. تمام? فخلينا ايه نركز. هنا معهد فن صحي ده برضو يعتبر مدعم. لكن المعاهد العليا هي اللي ايه? مش مدعمة. هي اللي بتبقى خاصة اصلا. عندنا معهد فن صحي من سبعة تسعين في المية ما شاء الله. نشوف فقى الحد الادنى يعني اقل حاجة في المعاهد الفن الصحي تاخد من كم? انا شايفين اهو انبابا ستة وتسعين ونص هو تقريبا ده هالي واحد. ما فيش بعده معهد فن الصحي تاني. طيب فيه اقتصاد منزلي كلية اقتصاد منزلي اتنين وتسعين نشوف الحد الادنى بتاعه. تقريبا اخر واحدة برضو اتنين وتسعين. طيب كلية التكنولوجيا الصناعة والطاقة دي كلية برضو ايه آآ آآ جامعة اهلية فدي بتبقى مصرفات تقريبا تمنتاشر الف حالية. طيب الفني لترميم الاثار ما عد فني لترميم الاثار من سبعة ثمانين في المية ده برضو حكومة انا ببشوف الحكومة ايه معادل العليا الخاصة ممكن انتو تكرأ وتشوفوا هي انتو قدمكم التنسيق كل. طيب عندنا كلية تعليم فني رأي وصرف ومساحة اسيوت دي دي تنفع برضو. دي كلية حكمية اعطاك. تعليم فني صناعي ايوة هي دي. تمام دي برضو من ستة وسبعين في المية. طيب. انا مش متأكد ايه كافة مش متأكد مينة على زي كلية انا ما عرفهاش بالزلط لان احنا ما شكناها هنا مش موجودة هنا. قليل تكنولوجيا وتعليم صناعي هي دي? ممكن. هي ممكن تكنولوجيا وتعليم صناعي عشان كده كتب تكنولوجيا بس ما كتبش تعليم كتبتها على طول. فخلينا نشوف تكنولوجيا وتعليم صناعي كده مكتوبة كلها كده. تكنولوجيا وتعليم صناعي تاخد من درجة عالية. في الاغلاء ايوة بتاخد من درجة عالية. تاخد من درجة عالية جدا كمان. هنا هي قافة بواحدة تقريبا لتنين واتسعين في المية. تكنولوجيا وتعليم صناعي. بدي حاجة تانية. كاف وتقيدي حاجة تانية. بس يعني احنا عندنا اه كليه تأثار كهيرة من تمانين في المية دي كويسة. بس بتاخد من خاصات معينة ترجعه تاني من نص الفيديو من الاول. وتشوفه اثار بتاخد خاصات ايه? اثار برضو بتاخد من ستة وسبعين في المية. ده لسه ايه? الحد الادنى بتاعها مجاش. الحد الادنى يعني اقل كلية فيهم بتاخد من كان وانت مش هتفرق معاك. مدام ملحقت واحدة منهم كويس. يبا انت كده حيات الحد الادنى ترجع تخشها وتعمل اسمها ايه بقى? تقليل اغتراب. ترجع تاني لكلية قريبة منك. بس المهم ان انت لحقتها يعني. اهم حاجة ان انت لحقتها. بس كده احنا كده اه كل المعاهد التانية معاهد اه خاصة. ممكن تشوفوا التنسيق كله قدام كهوات. شكرا ليكم ارجو ان انا اكون افتكم والسلام عليكم.